موسيقى ورجعنا بعد الفاصل وبعدنا في حلقتنا اليوم على كل موضوع الأدوار الجندرية داخل العائلة عمالنا نتحدث مع الدكتورة جنان فراج فلاح رئيسة قسم الدراسات النسوية في الكلية العربية للتربية وباحثة نسوية أهلا وسهلا فيك كمان مرة والسيد كمال فرح رجل أعمال وأرمل وأب لأربع أولاد أهلا وسهلا فيك كمان مرة قبل ما نطلع على الفاصل كنا عمالنا نحكي في قضية شوي عن الأثمان اللي بدفعوها الشباب والصبايا في مجتمعهم لما بدن يقوموا في عدة أدوار سيد كمان لما حضرتك توفت زوجتك واضطرت أنك تقوم في الأدوار كلياتها في داخل بيتك أهلا وقلت أنه كان في لحظات جدا صعبة وهو في لحظات اللي أنت حتى اضطرت أنك تبكي مرات فيها ما فكرت بهاي اللحظات أنك تتزوج مرة أخرى؟ لا شو السبب؟ أنا أقول لك شو السبب؟ أول إشي لما تفوت مرة تانية على البيت نحنا ربين أولادنا يعني أنا وأمين تربية خصوصية يعني ستفوت مرة تانية على البيت وتبدأ ممكن عندها طرق تربية تانية ممكن عندها تصرفات تانية فأفكرها بتأدي لمشاكل عقلية كبيرة فألا السبب قلت لأ أنا أخذت أحد على نفسي أنه منذ ما توفت أنه أنا أكمل الطريق مهما كامل الظروف والعقبات مهما كانت أن أكمل الطريق دعلمهم وخطبهم وزوجهم وشوف أحفادهم وبعدهم أفضل أحالي وبعدني الأسة صاري 21 سنة وبعدني بعدك أنت نفس القرار يعني مش متندم على أنك أخذت هذا القرار لا 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 أنا أتصور يعني يمكن تصير مشاكل أكتر إذا بتجوز كنت خايف من المشاكل هاي يعني مرة كنت أتخرف أنا وحدة هيك بعرف شو كل اللي أنت بتعرف يعني اليوم شو بعدك أنت هذا كنت تلعب كل اللي بتعرف أنت اليوم أنه البنت بتتفكش مع أمها وبتلعبها باعرف هالمعرف أنه اليوم البنت تتفكش مع أمها كيف تجيب مرة عبيت وتكون أولاد عندك وتعرف تصير يعني مشاكل الجانب اللي كنت أين فيه في دور التربية مع أولادك وخاصة نحن نحكي على فتيات صبايا كان عندك يعني شاب واحد وثلاث صبايا في الدور اللي أنت أخذته في تربية بناتك شو الصعوبات اللي واجهتك كونك أنك أنت الأب يعني وما كان فيه بالمقابل للأم شو الصعوبة اللي واجهتك في تربية؟ يعني تعودنا أن نكون متصارحين مع بعض على الآخر على الآخر متصارحين مع بعض يعني فش أننا صرار يعني أنا كصديق بخرفين كصديق ويني بخرفوني كصديق فش أننا صاب المرة هذا ساعد كتير ساعد كتير هذا الموضوع هذا وشو بعلم شو دعوليك كملنا يعني كونك اخترت أنه تكون صديق وقريب صديق وقريب وأب وأم واللي بدك إياه ومستشار ومساعد واللي بدك إياه هذا سهل الطريب هذا سهل الطريب طبعا يجيس كتير شغلات تستشروني فيها حلو حلو أنا عندي خبرة يعني في الحياة عندي خبرة مجربي يعني عارف شوي هيكي دكتورة جنان اللي عم بحكي سيد كمال هذا مش نمطي بالمرة غير نمطي مش نمطي عادة لما تتوفى زوجي لأحد الأشخاص في مجتمعنا فترة قصيرة بصير المجتمع يضغط عليه يتجوز والسبب الرئيسي هو عمل البيت عمل منزلية أعمل منزلية وطبعا الأحباء ذات الأبحاث بتثبت هذا الإشي والواقع بتثبت هذا الإشي أنه بخدش وقت طويل للرجل حتى يتزوج بالمجتمع العربي إذا هون لما تاخد قرار أنه ما يتزوج كان في عنده داعم الوالدي كيف يميت وبنت هي موجودة كبيرة 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 بطلاش منها أشياء هي ما كانت قدر تساعد هي كانت موجودة بالعكس هو كان بحاجة يقوم فيها معناه هذا قراره هذا خدته عن نفسي يعني أنه خلاص طفة أمي أنا بدي أكون مسؤول عن من أكرس حياتي وعمري من أجلي وفايا وهذا غير متبع هذا غير متبع وهذا صعب صعب كيف هو ذكر وكيف يتقبلوا المجتمع صعب صعب أنه تطلوا عليه نموذج أنه ليش شو الأسباب ما يتفهم كمان القرار هذا مش دايماً بتفهم المجتمع هذا القرار يعني في قصة مشابهة كمان لرجل نفس الإشي اللي اليوم هو كبير بالسن ولحاله ومريض جداً فحتى عائلة زوجته المرحومة يقول ليش ما تجوز كان إسه بيكون موجود بمكان آخر إسه طبعاً في هاي الحالة لما الأب باخد دور الأم ودور الأب طبعاً الأولاد باخدوا أدوار كمان معينة شوية أدوار من الأم ومن الأب يعني عادة أن البنت الكبيرة هي بتأخذ على معاطقها دور الأم تكان في الحنان لإخوتها تكان في أعباء المنزل تكان في مسايرة الوالد هذا الإشي واضع وفي حين وفاة الأب بتلاقي الإبن البكر صار يدور على عمل إضافي عشان يخدم العيلي حتى لو أنه مش بحاجة منحة يمدية ويساعد أمه في تربية إخوته بالحالة الثانية لو يعني الحالة عكسية لو أنه الرجل هو المتوفي والزوجة هي الموجودة على يعني عادة مجتمعنا ما بيجيب وقولوا للمرأة تفضلي يعني يلا بدنا زوجك ما بتقبل بتوقع من المرأة أنها تقدر تقوم في أدوارها لحالة صحيح؟ نعم في دور الزوج وفي دور الزوجة في دور الأب وفي دور الأم في كل الأدوار مش بس بتوقع إذا خالفت هذا التوقع فهي موجودة في بقرة لحديث الناس أو في عدم احترام الناس سمع أنه حقها يعني كمان مرة شو السبب؟ شو السبب في أنه هالقد إحنا نتعاطف مع الرجل ومنقول أنه لازم يتزوج مرة أخرى بالرغم أنه إذا إمرأة لأنه الدور الإنجاب اللي هو تربية الأولاد وولادة الأولاد اللي هو محسوب من ناحية أنه لا قيمة لهم من ناحية فعلية طبعا مش عندي أنا أنا عندي له قيمة كبيرة جدا ومتوقعة من المرأة وبعض الاعتقادات أنه هاي فطرة المرأة مش فطرة الرجل فطرتها دورها كامرأة الحنية اللي عندها حسب الغريزة المفروض تقوم بهذا الدور وحسب المجتمع طبعا بما أنه متوقع منها فأي تغيير في هذا التوقع بهز المجتمع ولما بهز المجتمع إيش بيعمل مجتمعنا؟ لما بيحكي عملنا على هزات اجتمعية لما اليوم عندنا فيه أمثلة مختلفة مش ماشي حسب النمط حسب الأدوار النمطية بالماضي كان يقومون بتزوجها للفتاة اللي ترمل شاءت أم أبت ومعروفة رغما عنها مرات رغما عنها بسبب الظروف المادية اللي كانت موجودة أو بسبب الخوف من حديث المجتمع ساليوم أغلب الصبايا بتشتغل وعندها معاشا قولك ليش تتجوز ما هي بتشتغل مش بحاجة مش بحاجة في نقطة أخرى كانت موجودة بالمجتمع العربي يعني حضرتك يعني عم بتركز على الجانب الاقتصادي جانب الاقتصادي استقلالية الاقتصادية هي واحدة من المسببات إنه ما يكون فيه اتباع أدوار نمطية جندرية مش بالضبط هيكي إنه قلت إنه دور المرأة الجندرية هو البيت والأولاد إثا بالماضي كان في بعض الأحيان أو في أحيان عديدة المرأة إذا ترملت تزوج عنوة عنها بسبب الوضع الاقتصادي مين دوعي لها هي ولادها ناس أغلبها فقيري عنا معروف إنه في بلادنا ما كان ذاك الغنى الفاحش فقومهم بتزوجها نقطة أخرى اللي كان البيت أو الأرض في بلادنا مسجلة على اسم الأب الأكبر أو الجد طب لما ترمل ما بتقدر تجيب رجل غريب اللي يسكن في بيت اللي هو مش إله المحطوط مسجل على اسم جد المرحوم فكان هاي إحدى المشاكل الرئيسية الميراث الحالة الاقتصادية وطبعا إحنا كملنا فيها اليوم إنه بما إنه أنت بتشتغلي وعندك مهنتك أو فيه تأمين تأمين للأرامل فانت ما حاجة لزوجي للجيبية بين ولادك وكأن الدور الأساسي للرجل هو الجانب الاقتصادي والمرأة الجانب المنزلي وهذه هاي الأنماط اللي كانت متبعة في المجتمع تبعنا ومدى نجاح تأدية دورك هو النتيجة كما قلت قبل دقائق يعني نحكي عملنا على النتيجة المتوقعة نتيجة المتوقعة بس بالواقع مش كعملنا على نتائج غير متوقعة نمطيا نتائج نجاح كبيري غير متوقعة نمطيا وواضح إنه السيد كمال سعيد بهذه النتائج وفخور بها لأنه قدر يعطي أولاده العاطفي وقدر يعطيهن بديل الأم كمان اللي هذا مش متوقع في مجتمعنا أو في مجتمعات أخرى مش بس بمجتمعنا وأكتر من هيك كمان قدر يقوم في دوره كصديق وكقريب وكمتفهم لبنات رغم كونه رجل رغم كونه رجل ورغم كونه أب يعني دور الأب المتوقع من دور الأب ناحية الاقتصادية والشدية بالبيت مش الحنية وطبعا هذا خطأ هذا مش غير صحيح أما هذا المتوقع بالمجتمع إذا لما نشوف نموذج زيه ممكن يكون نموذج إيجابي لرجال عددين مش معنى إحنا ضد إنه إذا ترمى للرجل أو المرأة إنه يضلوا لحالهم عايشين لا بس إنه كمان ممكن ممكن لأنه قام في دور مش عشان إنه ما عايش لوحده بدون زوجة لأنه نجح في قائمة بإنه قد الدورين بنجاح نجح يقديهم في بيش أقول نجح بنجاح نجح كما يجب كأنه المرأة موجودة موجودة كأن الأم موجودة وقدر بالفعل يقوم في الأدوار المزدوجة وهذا يثبت إنه إحنا بإمكاننا نقوم بأي دور آخر مش بس المتوقع منا مش بس دور نمطي كرجل أو كامرأة أو من ناحية سياسية أو من ناحية مجتمعية أو اقتصادية لا إحنا بنقدر نقوم بعدة أدوار مثل الجيل الظيلة عم بحكي عنه وبنجاح تام بس طبعا ما بنقدر نقدي دور واحد للآخر كيف بتوقع منا المجتمع كيف يعني؟ يعني بنفعش أكون أنا كل الوقت ربة بيت وموجودة بالبيت وما أطلعش وأنجح في مهنتي أو في تعليمي بديكون إشي على حساب ساعة بيكون أقل ساعات موجودة بالبيت على حساب ساعات أضافية الموجودة في العمل أو أقل ساعات موجودة مع الأولاد وموجودة في غرفتي عم بدرس أو مقابل أمام الحسوب فكل إشي بديكون على حساب إشي بس إحنا لازم نأخذ المعادلة الصحيحة عشان ننجح وفقا لمتطلبات الحياة الحديثة الموجودة اليوم فأنا إذا فشلت في عملي أو فشلت في دراسي أو فشلت في تربيت أولادي أو في علاقاتي الزوجية فهون في علامة سؤال كبيرة تعرفي دكتورة أنت عم تحكي وأنا كل الوقت هيك في داخلي عمالني أشعر أنه كلامك عم بيأكد على أنه يعني بالرغم من التغيير الاجتماعي الكبير اللي ساير واللي حاصل بالرغم من أنه إحنا في وضع اجتماعي وأقتصادي يضطر الزوجين لخروج للعمل ويضطرهن أنه إني كمان يخرجوا للتعليم ولتحقيق الذات ولمتطلبات اجتماعية حديثة المطلوبة من الطرفين ولكن المواقف الأساسية الأولية ما زالت كما هي يعني بالرغم من هذا التغيير الكبير بعدنا في نفس الأفكار النمطية الأولية في دور للرجل في دور للمرأة بالرغم من أنه إحنا منعيش واقع مختلف عن ذلك رغم الواقع المختلف رغم التغييرات السريعة اللي حدثت في سنوات الأخيرة في المجتمع العربي من ناحية تعليم وامتهاء مهن غير عادي غير نمطية للنساء من مراكز مرتفعة في محلات اللي تقدر تصنع القرار رغم كل هذا التغيير بعدنا عايشين الأدوار النمطية في بيوتنا بمفاهيمنا حتى حتى لو بالممارسات تختلف ولكن مفاهيمنا وقيمنا ومواقفنا مازلنا هناك وإذا كان فيه عدم تأذية واحد من الأدوار النمطية فمنكون عرضة لنقض المجتمع ونقض العائلة القريبة وبتم دفع أثمان للأسف نعم بتم دفع أثمان سيد كمال بالمجتمع اللي حواليك غير أنه كان يقترح عليك أنك تقوم في الزواج مجددا أو لمرة تانية ما كان فيه تلويم من قبل المجتمع أنه طب ليش متأقل على حالك ليش عم بتقوم في هالأدوار اللي في داخل البيت عم تضطر أنك تعمل أعمال تنظيف وأعمال منزلية ما كان فيه تلويم من المحيط اللي حواليك كان فيه تلويم كيف تعاملت مع هذا التلويم؟ أنه مردش يعني تتجاهل أتجاهل أتجاهل بس كان فيه تلويم مظبوط وهدو الأشخاص اللي كانوا يلومون وأنا كنت مستقنع داخل يعني مستقنع أنه هاي الطريقة هاي المظبوطة لأنه بديش أجيب يعني تصور يعني تجيب واحدة على البيت وعندك أربع أولاد ومع أمي يعني خمس أنفار تصور تجيب واحدة جديدة على البيت طبعا كيف ذا تعرف هن الولاد تأكرم وكيف يفيدا تأكرم والولاد بعدين يعني كانوا كانت تكون بعدين عاكرهم بأمهم يعني يعني بديهم يسعر فين يستوعوا وبعد أنه صارت في النتيجة عاطفيا كانوا بعدين متعلقين ما أدروش ذوته مفهوم الانفصال أكيد وداخليا بتكبلوش يعني داخليا كما بتكبلوش فأنتي احتراما لمشاعرهم احتراما لمشاعرهم واصغاء لحاجاتهم أنت قررت القرار هذا ولما كان اليوم هذول الأشخاص اللي كانوا في مرة من المرات يلوموك ما زال بعد 21 سنة وبعد النجاحات اللي وصلوها أولادك بعدين بقوموا في نفس الدور بقولوا راحت عليك بقولك راحت عليك ولا بيقدروا عملك بيقدروا عملك طبعا هناك شدكات فيها بس أنه خلاص أنه صار جيلك الصراحة عليك فيش مجال إسا أنك تفكر في أنه صارت خلاص راحت راحت عليك تطروا عليه شو أيوه شو الدساوي انتي بقناعة بقناعة عندك هالقرار كان الحمد لله أنا بالنسبة لي كان أنا أشوف النجاح وأفتخر فيه وأعتز فيه من نسبة لي كان هذا أكبر شهادي أيوه من نسبة لي في حدا من الصباح يمكن أنا فيش عندها الأننية هاي يمكن فيه ناس هنا لأ عند الأننية بهم منهني نفس بهمنيش غير أنا فيش عندها الأننية ما كان أنا بحب أشوف اللي كدامه بسوط سكتم بشوف حالي أنا بسوط فالحمد لله سيد كمال شو اللي دفعك لأنك تعمل يعني تكون هذا الإنسان اللي بيتطلع على مصلحة الآخرين قبل ما يقوم في مصلحته أو يهتم في مصلحته هو شو اللي دفعك تكون إنسان هيك عارفش بجوز تربيتي منظار أخلاقي أنا بعرفش ودي أقول لك بس بعرفش عندي عندي هالطابعات بحب التضحية يعني بحب التضحية عارفش يعني لحد دسل وحد بكر وحد بعد بكر بحب التضحية أيوه وعلمت على التضحية علمت أولاد علمت أولاد على التضحية كل المضحيين بالدرجة الأولى يعني وكل الأولاد كان عندهم هذا التقبل كما للأدوار المنزلية اللي كنت تقوم فيه ولا كانوا مثلا البنات أو الولد يرفضوا أنك تقوم في أعمال معينة ويقوموا هنة عنك فيها يعني شو بدأوا لك مثلا أنا تنظيف أنا ما كنتش أقوم فيه الجالة مثلا ما كنتش أقوم فيه الطبيق ما كنتش أقوم فيه معرفش البنات اللي كان يقوم لهم أعرف تمسيها والشغلات أما فيه شغلات اللي أنا أتحمل بها وأنا أقوم فيها أيوه فيه أدوار اللي أنت أخدتها أنا أدوار أخدتها وأنا أخدتها الأدوار هاي اللي هي العمور المنزلية البيتية يعني آه يعني تجربة سيد كمال في أنه يقوم في دور يعني كمان الأم وكمان الأبو هو أكثر مقبول من أنه المرأة تقوم في دور الرجل ولا بالعكس بالعكس المرأة اللي تقوم بدور الرجل هو متوقع من المرأة اللي تقوم بدورها وبدور الرجل في حالة وفاة زوجها فيه شرعية نعم فيه شرعية لهذا الأمر أكثر بالعكس هو السيد كمال ظاهرة اللي متله قلال بالمجتمع أنه تنازلوا أنه يتزوجوا بمقابل أن يأخذ دور المرحوم زوجته ويربي أولاده وطبعا كان فيه تعاون في البيت كما ذكرت قبل دقاق أنه الأولاد يأخذوا جزء من الدور البنت تأخذ جزء في إدارة المنزل والحنية أولادها والولد تأخذ دور الرجل كمان مرات خذ لما يتوفق أبوه لقسم كبير بروح بشتغل فيه بطرق لأشي أنه نعمل الأمم المتحدة عملت بحث نشرته في 2016 في فترة يوم المرأة العالمي عملته على الدور العربية اختارت سبع دول عربية شباب وصبايا وطلبوا منهم يتبادلوا الأدوار يصوروا أفلام بعد ما تبادلوا الأدوار فكانت النتيجة أن الشباب يقولوا أن النساء عايش كل الوقت في ظلم وخوف وأنه إحنا سعدة أنه ما ولدنا نساء والنساء قالوا أنه لا ينقص الرجال أي شيء يعني نتيجة البحث وإحنا مظلمين وإحنا مظلمين وكل الوقت عايشات بخوف يعني شعروا بالخوف والظلم الطرفين بنسبة للمرأة دكتور جنال عم تحكي على بحث جدا مهم وشيق جدا وحبي أسمع عنه أكثر بس منطلع لفاصل وبعد الفاصل منكم موسيقى